موسيقى أسعد كمان أنه رجعت نادي الزمالك كمدرب وده شيء يشرف أي لعب كان بيلعب في نادي الزمالك ويتمنى أنه ينهي حياته الرياضية في نادي الزمالك صحيح شفت إزاي سريعا بقى فوز سريعا ندخل في المواضيع فوز فريق 19 سنة ببطولة الجيزة وكأول بطولة يعني في الموسم الجديد فريق 19 سنة يضم لعبين كويسين جدا 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 والفوز ده كان متوقع بدليل نحن كسبنا كل مباريات 3-0 ما تخسرناش ولا شوط في البطولة وأتوقع إن شاء الله في الجمهورية أنه هو برضو هياخد المركز الأول لأن الفريق بيه حوالي 4 أو 5 لعبين بيتمرروا مع الفريق الدرجة الأولى وهم على مستوى عالي جدا وبيعملوا فريق قوي لما يلعبوا مع فريق 19 سنة صحيح اللي بيتولى مهمتهم طوال كابتن وحاد عبد المنعم صحيح كده عبد المنعم معي كابتن إسلام سعودية صحيح كان معي منهم اتنين الحلقة اللي فاتت طبعا ياسين أشرف أبو الحسن وعمر الزمر صحيح كده كانوا الاتنين منوريني ومشرفيني وكان بيكلموا معي بفكرة إن كابتن إحمد عبد المنعم بيخليهم يلعبوا ماتشات ودية مع فرق الدرجة الأولى مع فرق من الدوري الممتاز بيقولوا يعني خسرنا ثلاثة اتنين بس يعني هلعبهم تاني وإن شاء الله نكسب يكسبوا إن شاء الله فريق رجال يعني فريق سعر السنة ده فريق رجال مش فريق ناشئين بس برضو بتبقى مهم جدا أنك ما بتخليهوش يلعب ماتشات ودية مع سنه حاجة حلوة إنه هو يلعب مع الدرجة الأولى أحسن بكثير صحيح نشوف اللعيب الكويس مثلا بيتصعد مع المرحلة الأعلى من فرقته لما بينزل يلعب مع المرحلة بتاعته اللي هي الأصغر بيبقى حسن بالتونية سهلة سهلة جدا وبياخد خبرة وبياخد مكاسب كتير قوي صحيح حاجة مفيدة طبعا يقدروا يعملوا إيه في بطولة الجمهورية كابتان عصام إن شاء الله هناخد أول إن شاء الله بإذن الله يا رب لأنه فريق أبو الحضرك ده فريق رجال مش فريق ناشئين بسم الله ما شاء الله عنده القوام الفريق الأساسي وعنده الفريق الاحتياطي لما بنحصل تغيير ما تحسيش فيه دروب حصل في الفرقة بتلاقي المستوى هو وعنده طبعا البصارات كويسين جدا وعنده الشحات ما شاء الله ده واحد بيلعب مع الدرجة الأولى لا عنده والزومر بيلعب من مركز أربعة لا بيعملوا فرق جامد أول صحيح المفروض بطولة الجمهورية عندهم هتبدأ إمتى وإيه آخر الاستعدادات هي لسه ما تحددتش لأن احنا في منطقة الجيزة خلصنا قبل منطقة القاهرة لكن لما سألنا قاله مش قبل يوم 25-11 لحد ما فرق منطقة القاهرة تخلص بطولة هم برد لأن احنا خلصنا قبل يوم لشاء العدد عندنا عدد الفرق أقل طيب اللعيبة اللي بتتساعد للدرجة الأولى الخمسة اللي بتتساعدوا للدرجة الأولى يقدروا أنهم يكملوا أو أنه لما يبقى يجيس أنا عارفة السنة الجاية فيه ناس خلاص هتبقى درجة أولى وفيه ناس لسه قدامها سنة كمان الناس اللي خلاص المفروض السنة الجاية بقوا درجة أولى شايف نوم يقدروا يكملوا في الدرجة الأولى يقدروا يعني يفيدوا الفريق أكيد أكيد والسنة دي هيستعين بيهم يعني مش هما اللي بيتمرانوا بس مع الفريق وممكن يتسجلوا في مطشاط ويلعبوا في مطشاط مع الفريق الأول أه يعني ممكن السنة دي نشوف بينهم ناس في بعض المطشاط حتى لو المطشاط اللي هي الخفيفة شوية أكيد أكيد وهو حيث التدرج في المستوى لما يلعب المطشاط السهلة بعد كده المطشاط الصعبة هيلقي لما يشترك فيها هيلقي الدنيا تأسهل بك صحيح صحيح هنرجع تاني للدرجة الأولى بس خلينا نروح شوية لقطاع النشئين في القراءة الطيرة بصفة عامة فيه كم فريق تقريب في ايه في قطاع النشئين فيه هما القطاع النشئين احنا عندنا التلات فرق اللي هي 14 16 18 نسات و 15 17 19 فريق النشئين والمرحلة اللي هي بقى المينيفولي عندهم سبع فرق في البنات وخمس فرق في الولادة معقولة فرق البنات أكتر غريبة دي احنا عندنا ألف وبيه كمان عندنا كتير يعني ما شاء الله الأعداد عندنا فيه مراحل كتير بنعمل فرقتين كل فرقة مكونة من 25 بنت فرقتين صحيح طيب يبقى الفرقتين 50 بنت طيب خلينا نتكلم الدنيا عاملة ازاي في قطاع النشئين ايه الحمد لله الحمد لله دلوقتي نشئين يعني كل شوية أمور بتهدى وبنحط ايدين على نقطة ضعف في الفريق ونقطة القوة وبنشتغل عليها والمدربين ابتدوا يشتغلوا أكتر وأعتقد إن شاء الله في الجمهورية مستوانا هيفرق جامد قوي عن اللي احنا عملناه في منطقة الجيزة المفروض خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله شهرين ثلاث شهور لحد ما التمارين دي تتسمع معهم ويحصل تطور في المستوى وفي الأداء ده بالنسبة اللي هم 13 و14 و15 وكده صحيح؟ طيب والنسبة مني فولي بيلعبوا بطولات؟ آه بس لسه ما بدأوش لسه ما بدأوش طيب مستواتهم تؤهلهم لإيه برضو يعني؟ مش معتقدش يعني مراكز أولى آه كأول سنة كده شايف إنه لسه الدنيا شوية لسه شوية آه آه لكن إحنا بنحاول نجيب مدربين كويسين بحيس يحصل آه إنعكاس على مستوى المدرب لما يكون مستوى عالي بينعكس على مستوى اللعب وده السن بقى اللي يعني بيتعلمه فيه أساس الأساس وأنا بشوف عندنا مشكلة برضو يا كابتن عصامي يعني إن دايماً الناس النجوم اللي لسه بيبقوا مبطلين بيبقوا حضرتك عشت الأجواء دي كنت نجموا لسه مبطل ووفقت إنك تمسك فريق صغير ما سيختش درجة أولى مرة واحدة تمام عندنا النجوم لما بيجوا يبطلوا يعني عايز يمسك فوق على فوق بيستقبروا فكرة إنه هو ينزل يمسك فريق صغير مع إنه هو هيفيد ويستفيد يعني خبرته هتيجي لما يبدأ من تحت إحنا أنا فاكرة زمان كانوا النجوم يشتغل الأول مشر في عصالة كمان وقبل ما يبقى مدرب ناشئين أو براعم ليه اللعيب الكبار بيستقبروا الفكرة هو فكر خاطئ يعني مفروض اللعب الكويس لما يبطل ده يبدأ بالسن الصغير لأن هو يكون لسه رجله في الملعب لسه بيلعب يعرف يوري اللعيبة إزاي الحركة دي تتعامل والأداء إزاي وهو هيتعلم معاه كمان هو بالضبط يبقى محتاج لأن احنا معظم المدربين عندنا بيأخذوا دراسة مجرد أسبوع عشر تيام ويبقى يأخذ عايز بس يطلع الكرنيل يطلع الكرنيل ويمسك أي فرق لا الدراسة دي يعني فيه تعايش مع الفريق يعني بره عشان الواحد يبقى مدرب لازم بيعمل تعايش مع فرقة ويعيش معها مثلا ثلاثة أسابيع أربع أسابيع عشان يتعلم وبعد كده يأخذ اللايسنس اللي هي تسمح له أن هو يدرب الفريق لكن احنا هنا بنكودها أسبوع عشر تيام وخلاص انزل مرة وهي دورة يعني دورة واحدة تلاقيه مثلا لا بيبقى بيكتهد أنه يطلع يأخذ دورات بره ولا يأخذ دورات تانية عكس بره 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 كل سنة لازم تعملي تجديد للدراسة لانت واغذيها عشان اسمحلك أن انت تطلع يكرنيه تاني فدي بتبقى كويس المدرب وخبرتك بتيجي من هنا انت نجم وانت لاعب بس وانت مدرب لازم تبدأ من الصفر زي ما كل الكباتل اللي طلعوا درجة أولى وبيدربوك ومش عيب مش من فراغ خبرتك هتيجي من هنا يعني أنا بقيت مدرب لفرقة صغيرة وانا أصلا كنت لاعب دولي ما فيهاش مشكلة مش شايف فيها مشكلة بالعكس أنا دلوقتي وانا في الزمالك بنزل للفرق في الملعب ومش بمرن بقول لهم التكنيك الصح المهارة اللي أنا عايز شفتها غلط وباشرح وبتكلم صحيح ما فيهاش أي حاجة ده بالعكس هو ده دوري ان أنا أنقل اللي تعلمته للعيبة الصغيرة عندنا مشكلة كبيرة جدا في الجزئية دي الناس بتبقى مدائقة انه أنا ليه هدرب صغيرين بالعكس انت هتستفيد علشان انت مش هتبقى مدرب درجة أولى مرة واحدة ولو بقيت مدرب درجة أولى مرة واحدة مش هتنجح لازم تاخد التجربة من تحت زي ما بيقولوا كده لازم تاخد الصنعة من تحت من أولها يعني من بدايتها وبيتعلم طبعا هو بيتعلم وبيعلم اه بالزبط طيب ايه رأيك يا كاتن بقينا بنشوف شوية معرفت ده عندكم في الفوليو ولا لا بس أنا يعني فيه في الهندبول الموضوع ده انه بقوا بيعملوا اختبارات للأطفال اللي عندهم سبع وثمان سنين بيعملوا لهم اختبارات بيجيبوا لهم لجنة من الاتحاد الاتحاد هو اللي بيبقى عامل له بيجيبوا لهم لجنة انا مش في الهندبس ده في كل الفرق وفي كل الهندية اوه ما انا بقى هكمل لحضرتك وقولي ايه رأيك في الفكر ده أصلا انه مثلا طفل عنده ثمان سنين تجيبه تعمله اختبار اصله هيكمل في الفرق دي ولا هيمشي ولا هينزل به ولا هيبقى في الأكاديمية ايه 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 لسه اخد ايه ده عشان يعرف لسه اتعلم ايه عشان تحكم عليه وتعمل عليه اختبارات يعني ده موضوع فعلا شغلني جدا وحسن وموضوع فيه بعض من الظلم للولاد دول لانه هو لسه اتعلم ايه ايه رأيك في الموضوع ده كبت انا مع حضرتك بالنسبة للسن الصغير ما اقدرش احكم على اللاعب ده وتعيبقى كويس ولا لا وهيصلح ولا لا للعبة ديت لان يعني لما كنا برا لما نيجي المرن والادي الصغيرين بناخد الهيستري بتاع العيلة بتاعته بابا طوله قد ايه مامتو طولها قد ايه صحيح عشان عارف اوجيه لللعبة اللي هي مناسبة لي صحيح وبسيبه يتمرن فترة كويس من هناك فيه فرق عن هنا هناك الفرق الصغيرة اللي هي اللي بيلعبه تحت مثلا 8 سنين وتسعة سنين و11 سنة و13 ديت فرق بتتمرن عشان تحب اللعبة الهدف الاساسي ان هي تتمرن حب ان هو يحب اللعبة وان هو اوصله للأداء البرفكت في المهارة تمام مش هنا بقى بحط عليه سترس انت لازم تكسب ويحصل عياط ويحصل خناء ويحصل حاجات دي برا ما بتحصلش خالص فالسن الصغير انا شايف ان هو يعني المفروض ان احنا نجيبه يلعب رياضة من اجل الرياضة وما استعجلش عليه ولا اعمل عليه اوفرلود في التمرين ولا في الخليه يتمرن بحديد او حاجات اللي هي بتشوه تكوينه الجسماني وهو لسه صغير اسيبه يلعب مجرد ان هو جاي ينبسط وبعد كده لما يكبر اقدر اوجيهه بقى للعبة اللي هو مناسب لها احنا فيه جزئية كمان يا كابتن الناس ما بتاخدش بالهم منها ان عندنا وشوفناها كتير واكيد حضرتك عارف القصة دي ان فيه ولاد وبنات لحد سن المراهقة بيبقوا طفوقين جدا في اللعبة دي واطولهم مناسبة جدا وكل الكلام ده بعد فترة المراهقة بالنسبة للولاد والبنات بيحصل ان طولهم بيقف لشكل معين وممكن العكس ان طولهم بيقف لحتة معينة فبيبقوا مش موهبين في اللعبة دي او مقاوماتهم الجثمانية خلاصنا تبقاش مؤهلة للعبة دي وفيه حصل العكس طفل او طفلة قبل فترة المراهقة يبقوا مش كويسين خالص في اللعبة وتلاقيهم بعد مرحلة المراهقة تطوروا بشكل غير طبيعي وبقوا من العوامل او الاعمدة الرئيسية في الفريق فهو ده اللي منتكلم فيه انت بتحكم عليه ازاي من 8 سنين وتعمله اختبارات وتأخده في الاسترس ده لازم في الحاجات دي لازم ندخل للعامل الطبي يعني لازم يبقى فيه جهاز طبي هو يقدر يعرف الطفل ده في سن ال14 او الطفلة في سن ال13 هيبقى طولها قد ايه المتوقع يعني مش معقولة مثلا نلعب حد باسكت مثلا وهو مش يبقى طويل او بابا مش طويل او مامته مش طويلة الفولي نفس الحكاية الفولي ده ده اجسام طويلة لازم مقدرش لعب حد صغير وخليه في الفريق حد ما يكبر صحيح ده غلط ده استهلاك للوقت بصورة قاطئة طول الوقت بنقول ده وبنتكلم في فكرة انه اولياء الامور يا جماعة انتو بتستنزفوا اولادكم فالعاب ممكن تكون هي مش مناسبة ليهم ممكن يبقوا موهوبين دراسيا موهوبين في بعض الهويات موهوبين في لعبة تانية انت بس ضيعت وقته وحتى لو فضلت مع فكر ان انا بالوسطى لا وهزقه لا وهشتكي لا وهقول هيجي عند سن المرتبط اه عند سن المرتبط انتو عندكم المرتبط دلوقتي 15 سنة تخيل فهيجي عند سن المرتبط لا خلاص ده مفيش مجاملة ده نتائجه مربوطة بالدرجة الاولى هجامل على حساب نتيجة بالضبط يعني قبل من نروح لسؤال مين خلينا نبدأ بسؤال ده مين فرق اللي بتنفس على بطولات غير التسعتاشر اعتقد الاهلي لا فرق عندنا في النادي اعتقد ان شاء الله 18 سعفناش الحظ ان احنا خدنا مركز اول خدنا مركز تاني في الجيزة لكن اعتقد في الجمهورية ان شاء الله احنا مرشحين بقوة ان احنا يكون مركز اول ده مصوى الولاد والبنات ولا الولاد 18 بنات والسعتاشر ولاد ان شاء الله احنا عندنا فرق البنات بتبقى زوجي فرق الولاد بتبقى فردي صحيح لكن 18 سنة في بنات كويسة جدا متتمرها مع الدرجة الاولى 2 من 16 سنة وفي 2 من 18 سنة دول اعتقد ان هما هيعملوا فرق ان شاء الله السنة دي مع باقي اللاعبات وربنا يكرمنا ان شاء الله ومركز حلو في الجمهورية ان شاء الله يا رب ان شاء الله استغربت جدا وانا بقول الخبر اللي هو ان فريق 15 سنة ولاد و14 سنة بنات بقى هما المرتبط غريبة ليه ليه مش التسعتاشر مش عارف ليه مش التسعتاشر والتمنتاشر يعني شفت القرار ده ازاي وشايف انه من وكهة نظرك احنا مش بنهاجم حد بس من وكهة نظرك وليه مش التسعتاشر هو مش مهاجم ولا حاجة هي الفكرة ان مرحلة 15 و14 سنة فأي نادي ما بيحصلش اهتمام كبير بالمرحلة ديت اه دي من المراحل بتبقى مثلا باهتم بالتمنتاشر بنات باهتم بالتسعتاشر ولاد لكن فريق 14 و15 ده سنه صغير قوي والولاد لسه طلعين 14 ده لسه طلع من تحت 12 سنة و15 ده لسه طلع من تحت 13 سنة فالمستوى المهاري بتاعهم بيبقى لسه في بدايته ومقدرش ان انا اربط نتيجة الفيرس تيم بـ 14 سنة والفيرس تيم بـ 15 سنة يعني ايه ممكن يكون ايجابي مثلا الاتحاد فكر فيه انه هيعود بالاجابة على الفرق اللي زي دي يعني هو بس عشان يلعب مطشاط اكتر يمكن وـ مش عارف مش عارف انا يعني مش شايف ان هو يعود عليه بمكسب لا الضغط في السن ده مفيد ليهم لا خالص ان انا احطه في استرس ان نتائجك مربوطة بالدرجة الاولى هل الاسترس ده في صالحه؟ نتعملينها في الدور الاول بس يعني هما يشاركوا في الدور الاول والنتاج محسوبة بعد كده خلاص مش يكمله نتاج غير محسوبة يعني زي الباسكت مثلا بيبقى مرتبط للاخر واليد مرتبط للاخر لا لا احنا عندنا لا يعني في الاخر اليد بيروحوا بس دورات مجمع الوحدهم الدرجة الاولى هو الدور الاول الدور الاول بس تجربة لكن هو كان ممكن يعني ممكن لو كان قال قبلها مثلا في خلال سنتين ثلاث سنين النظام هيبقى كذا 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 فالناس تشتغل على الفرق بتاعتها سنتين ثلاث سنين ويبدأ يجيب لعيبة طويلة ويشتغل عليها ويجيب مدربين كويسين عشان يعمل نتيجة لكن ما تجيش انت تفاجئني بقرار كده يعني تقول لي الفريق ده هيبقى مرتبط طب انا حرام هظلم الفريق الاول بالمرتبط اللي هو ما بيتمرنش وكانش فيه فريق ومش جاهز انت شايف ان التجربة هتنجح ولا هتنجح ان شاء الله بس عايزة سنين برضو عايزة سنين لا السنة دي هتنجح السنة دي لا لكن مع الوقت ممكن تنجح السن الصغير ده عمرك ما هتقدر في خلال شهور ست شهور انت تغيري تكوين بني آدم اه صعب عندهم كلهم طلبة صغيرين يعني احنا دخلنا في مدارس كمان دلوقتي التمرين تجي تقولهم التمرين تتمرنوا عندي مدرسة عندي دروس عندي 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 او مش متفارغين صحيح لو في الصيف مثلا يعني ممكن تكسفي التمرين شوية فهتجيب نتيجة اسرعة لكن دلوقتي هتعمل ايه ما تقدريش هو قالوا الموضوع ده قبلها بقدر ايه تعريب السنة دي لما الاتحاد في الصيف اه اربع شهور مثلا اه حضرتك شايف انه ممكن مع الوقت خلال سنة ايه يعني لو وقفنا الموضوع ده وبعد سنتين تلاتة رجعنا له تاني حضرتك شايف انه ممكن ينجح ان شاء الله ينجح طبعا ينجح ينجح بس هو حتى لو ما اقفناهوش لكن ما نظلمش الفريق الاول بنتائج المرتبط اه ونخليه ماشي السنة دي والسنة الجاية والسنة اللي بعدها يبقى في خلال سنتين ثلاث سنين ان شاء الله الناس عرفت ان في حاجة اسمها مرتبط وهو اهتم بفريق اربعتاشر وخمستاشر عشان نعمل نتيجة صحيح طيب هل ممكن الدوري ده السنة دي يطلع علينا مثلا نجوم ما كناش واخدين بنا منهم لعيبة يظهروا بشكل مختلف فريق مرحلة اللي هي الاربعتاشر وخمستاشر دي؟ طبعا اكيد اه اكيد احنا عندنا واحد اسم ابو جابل بيلعف خمستاشر سنة ما شاء الله عليه يعني لعب المطش اللي فات اساسي فريق سبعتاشر سنة وده هيبقى ان شاء الله كمان سنتين ثلاث سنين هيبقى في الفريق الاول اه ده يمكن مطش نهائي المنطقة معنا على الشاشة اه ده 11 سنة اه اه كان معنادي الصيدة فريق كويس مبشر اه جدا فيه عناصر كتير تمام في المنتحة اه فيه كيميكر هاي اليسين محمد ده اه اه بصر تقيل قوي اه هو حلو صحيح مين ابرز اللعبة تانية كابتن في فريق 19 اه فيه عمر زمر ده جميل قوي يعني اللعب مركز اربعة بيمتاز بالهدوء وهو كابتن الفرقة ولعبه هادي اوي وسالس اوي بيجيب النقطة بدون شخصية جميلة كبير اوي 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 واجمل ما فيه ان هو عنده ضحكة اه ما شاء الله مبتسم على طول اه وده بيؤهله انه عنده سبات انفعلي في اوقات الصعبة في المباراة هو ما بيتقصرش بالمطش صحيح هو على طول اول ما يبدأ المطش اخر المطش هو هو الابتسامة هي هي والهدوء هو هو بيهتم بلعيف مهم اوي يا كابتن السبات الانفعلي ده يعني جميل لما تلاقي لعيب صغير عنده السبات الانفعلي ده لان انت بتوع تقول ان الخبرة اللي بتديهم السبات الانفعلي يعني عندنا مواهب عظيمة جدا بس وشكنتهم فيش سبات انفعلي طبعا لكن لما يكون ما شاء الله في سنه ده وهو قريدي عنده السبات الانفعلي ده بتبقى حاجة جميلة اداءه اداءه الفني والمهاري جايل اه咗 بعد كده فيه حزم اشرف رشاد ده ما شاء الله فعايز بس يعمل كنترول على نفسه لكن هو طاقة بسم الله ما شاء الله يعني بينط عالي وبيضرب جامد وعنده سيرف سبايك جامد وعايز يوجه بس اغويته لصالح الفرقة صحيح فان شاء الله ده لو عرف يعمل النقطة ده بتتكلم معاه بقى ايه كابتن في الموضوع ده بتكلم معاه والله لان هو يعني كابتن أشرف رشاد ده زي أخوي يعني وحازم يعني زي ابني بتكلم معاه لانه شايف ان امكانيات اللي عنده حرام حرام يعني بينط عالي بيدرب جامد عنده سيرو سبايك هايل عنده استقبال فاخسارا هو ما يوظفش كل المهارات ده لصالح اللعبة صحيح طيب شايف ايه وفيه سين أشرف أبو الحسن برده ده لبرو ده بقى لبرو مصر الأول بجد طبعا عندنا نودرة يا كابتن شواهي في مركز الليبرو ليه ليه بقى عشان الناس ما تحبش تلعب لبرو ليه عايزين أضرب ده حتى بيلبس تي شيرت مختلف وحركات عشان هو معلوش سبوت جامد يعني الضارب مثلا او البلوكر مثلا هو بيلعب في مركز سينات او بصير ده بياخد السوكسي السوكسي كله اه لكن الليبرو ده ده جندي مجهول بيلعب وراه في الملعب ومالوش دعو بأي حاجة بيخدم على الفرقة بس او طيب ومن تحت بقى سن 19 الدنيا عندنا عاملة زق ايف مركز الليبرو 17 سنة الليبرو مش قوي اه مش قوي اه لكن فيه 17 سنة فرقة حلوة بس مش يعني الفريق في التمرين واداءه مختلف في التمرين فرقة حلوة قوي في الاداء في المباريات اقلب كتير من التمرين فاعتقد ان شاء الله مع كابتن عابد الفرقة دي هتوصل لمستوى حلوة قوي انت مع قرار التحاد في السماح لمركز الليبرو انه يكون فيه اه جانب بس مش محتاج يعني دايما الاهلي السنة دي الاهلي جاب لعب من كوبا محترف الليبرو اه انا شايف ان هو دا يعني مش هقول غلطة ده هو ضي على نفسه فرصة ان هو يجيب لعب محترف صحيح الليبرو هيعمل ايه انت عندك الليبرو كويس هيعمل ايه مفيش نقطة يعني بيستقبل احسن طب انت عندك انت فيه حدث مرمضان بيستقبل بيستقبل كويس اه جاب الليبرو ليه تدفع فلوس ليه وتكلف النادي فلوس ومش شايف ان هي ليها امية يعني اه لو جبت ضارب لو جبت سنتر بلوك لو بصير ده اهم طيب ده فرقية وايه رأيك فيه محترفين الزمالك الموسم اللي فات ومحترفين الزمالك الموسم داجوة والسنة اللي فاتت مع يوسيفاني هيرنانديز والسنادي اندريس فنينة ايه رأيك فيهم اعتقد المحترفين اللي جوم السنة اللي فاتت هم احسن محترفين جوم في مصر اه في اي نادي اه وهم اللي عملوا الفارق مع ريدا طبعا ومع بقية اللاعبين اللي هم أشرف والحسن وبقية اللاعبين اللي كانوا بلعبوا في الزمالي صحيح جواوي مثلا طبعا راح لعب في النادي اللي كنت بلعب فيه في تور فرنسا فده نادي دلوقتي يعني الطوب بتاع حضرتك كنت محترف فيه كنت محترف فيه 15 سنة وهو راح لعب هناك اعتقد ان المحترفين السنة يعني هو المتالي الزماليك خد لعب من أسبانيا مش كده بلعب في مركز الدين ها هيل ها هيل حرق شفته في التدريب اه شفته طبعا شفته بس هي يمكن الاتحاد السنة دي طلع قرار ان ما ينفعش أجيب اتنين محترفين في نفس المركز اه فدي هي هيبقى فيها ايه يعني مش مصرحة الفرق كلها انا ما كانش دي مشكلتي قد مشكلتي في ان التعاقد يبقى سنة مع المحترف عشان ما يكونش فرصة اه يعني لا مش بياخدش فرصة حاجة لا انه هو ما عرفش تقريبا انه هو خد قرار ان انت ما تتعاقدش مع المحترف اكتر من سنة ده قرار غريب شوية هو مش يفرق في حاجة يعني المحترف لو هو أثبت مع المحترف عملت يا حضرك معي عقد السنة لو أثبت ان هو على قد المستوى وان هو ايوة بس ممكن بقى بعد ما انت تتعاقد مع سنة ويظهر الاغراءات تكتر ودي حصلت معينا ده سوق بس انت لما بتبقى حد احنا بنجيب اللعيبة والناس يعرفوهم في كل الألعاب والاغراءات تكتر بعد كده بس برضو في المقابل اللي انت اللي بتجيبي محترف ويحس ان هو في بيته وقاعد ومبسوط مع الفريق بس الاغراءات المالية بتبقى اكتر يا كابتن اصلاك بتكلمش على ولاد النيدي انت بتكلم على واحد محترف هو قريدي بشتغل بشكل يعني مش فارق معه خالص فكرة النيدي ايقول لك انا في اي مكان ها يعني طب احنا شايفين عادة الاهلي بتروح الزمالك ولا عادة الزمالك بتروح الاهلي دلوقتي عشان بدفع الفلوس اه في حكاية الانتماء والحاجات دي تنزي على ايامنا زمان للواحد كان يضحي بأي حاجة عشان يفضل في النيدي بتاعه صحيح لا زمان بقى كافتن زمان دلوقتي الدنيا بقيت اه الماديات هي اللي بتتكلم بالتأكيد طيب شايف مستقبل قطاع الناشئين ازاي قبل ما نروح سريعا للدرجة الاولى كبت الناشئين عايز الوقت عايز الوقت وعايز مدربين على اعلى مستوى عشان نادي الزمالك ده نادي كبير قوي وما ينفعش ان احنا ما ناخدش بطولات نادي الزمالك طول عمره بياخد بطولات ومراكز اولى والناشئين هم اللي بيبقوا نواة الفريق الاول بعد كده فلازم يحصل اهتمام بالفرق الناشئين كلها والمدربين يكونوا احسن مدربين وان شاء الله ده في خلال سنين لو ربنا دهنا عمره دهنا نصيب نحن نكمل في الزمالك ان شاء الله اوعدكم يعني ان هيبقى شكل الناشئين يليق بنادي اسم ونادي الزمالك صحيح الادرة بتدعمكم اكيد اكيد طبعا كلهم ورانا وبساعدونا وبنطلب اي حاجة بنلاقيها ولما بنحتاج نجيب لاعب من اي مكان ما فيش اي مشكلة طالما هو لصالح اللعبة وصالح النادي جبنا حد السنادي لا السنادي لسه فيه لعيب جاي ان شاء الله ربنا يكرم مش اقول اسمه فيه لا بليش ان شاء الله هيبقى ولا حتى اسم النادي نقوله ان شاء الله هيفرق معنا قوي يا رب ان شاء الله خليها نروح بقى للفريق الاول شفتوا مجموعته في الدوري ازاي الرجال والسيدات رجال معهوش حد الدنيا معقولة في الدور التميج ان شاء الله هيكون بيتفسح بيلعب مطشط ودية زي اللي هو بيلعبها دلوقتي مفيش عنده مشاكل خالصة الحمدلله والفريق طبعا بقاومه السنادي فريق قوي جدا مع كابتن شيف الشاميرلي اعتقد ان شاء الله قدرين يحققوا السناية تاني؟ قدرين طبعا طبعا بالناس الموجودة ولما يكتمل الفريق بالمحترفين بتوهوه طبعا قدرين طبعا قدرين ان شاء الله نحقق السناية مرة طب والسيدات تم تدعمهم بشكل كبير السيدات عمل طبعا انقلاب في فريق السيدات صحيح غير تسع لعبات صحيح ولعبات اللجوم يعني على مستوى عالي قوي فدي حاجة جميلة طبعا الادارة دعمت ولاي كل الفرق بس هو فريق الفولي بنات سعو سيدات بناتي فريق صحيح عملوا عملوا ما شاء الله صفقات محترمة جدا لزبط فاعتقد ان الفريق البنات معلوش خلاف يقدروا ياخدوه الدوري؟ طبعا طبعا اصلا انت خدتي كمان للعيبة للأهلي اللي كان بتلعب في الأهلي فبيلعبوا مع الزمالك والصف وصف تاني أو شوية من اللي كانوا بلعبه أساسي هم الموجودين في الأهلي ده بخلاف الاثنين محترفات اللي هم جوم للأهلي هنشوف المحترفات هنا طب ومحترفة الفولي حلوة؟ حلوين واحدة أمريكية طويلة هي مش قوية لكن بتعرف تجيب النقطة طولها اتنين متر و بسبعة بين ولا حاجة بتلعب بإذها الشمال بمركز اتنين بتجيب النقطة بطريقة سهلة في المكان الفاضي من أعلى نقطة بلوكها حلوة طبعا فتبقى دي مشكلة للفولي مهارية جدا مهارية جدا مهارية جدا فرقت عليها كذا مرة في التابعين لا مهارية جدا واحدة بتعرف أن هي تستقبل تلعب إرسال تشوته كورة تعمل بلوك معرفش دايما بحس أن القوة الوحدها ما تنفعش لكن المهارة الوحدها ممكن تنفع طبعا زي جواو مهاري جدا مهاري مهاري جدا يعني القوة بس ما تنفعش لكن ممكن المهارة تنفع شوف هذيك الفرق بين يسفاني وبين جواو ده واحد قوة ده واحد مهاري وشوف نسبة النقطة اللي ده بيجيبها وده بيجيبها أكيد الاثنين نسبهم كانت عالية لكن برضو جواو كان نسبه عالية في الإحسان في الاستقبال في الضرب من ستة في الضرب من أربعة يعني ده دخل لعبة جديدة في مصر البليس بقديل اثنين الولاد رقتي بيقلدوا يقولك البليس اللي كان بيعملوا جواو ده لما جيهنا استضافت لأ طبعا المهارة طبعا مهمة طبعا كل قوة مهمة بس الشاطر اللي هو يدمج الاثنين يبقى مهاري وقوي صحيح طيب رأيك إفما جموعة السيدات هي المطش التاني الأهلي ده هو ربنا يكرمه ومعديه هو يبقى في الأهلي مش عاربها هيفضل في الأهلي ولا هيبقى في صلاة محايدة لأن هيبقى كمان يوم 11 11 مش عارب في حصل فيه تأجيل ولا لأ فإن شاء الله لو عدوا المطش ده يبقى الدنيا مفتوحة قدامهم فترة الإعداد بالنسبة للرجال والسيدات كانت كويسة وكافية بمطشطها الودية بالمعسكرات بكل الحاجات دي كانت كافية والرجال كمان طلع الإمارات عمل مطشط الودية هناك مع بنياس وكده لأ عمل طبعا كانت تشريفكم وأعتقد أن هم اليوم سفرية كمان تشيك هيسفروا قبل طولة أفريقيا إن شاء الله والبنات ما سفروش معتقدش لكن هم عملوا سكندرية لعب سبورتينج ولعب ديلفي وكده أعتقد أن كفاية جدا على قد المستوى الموجود يعني صحيح لفريق البنات هتلاقي الصيد الصيد قال عن السنة اللي فاتت كمان لأن أحسن لعبها فيه اللي هي بتلعب في السنتر داليا المرشدي دي جت الزمالك فإحنا كده قدنا أحسن لعبها في النادي الصيد فالصيد ما أعتقدش هيبقى منافس للأهل والزمالك هيبقى يلعب من من الثالث والرابع صحيح ونادي سبورتينج نفس الحكاية الثالث والرابع لكن هو الأول وتاني إن شاء الله توقعاتك لفرق الرجال والسيدات الدرجة الأولى فولي طبعا توقعاتك يقدروا يعملوا السنة أتمنى أول أول إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله وأكتر من بطولة أه طبعا ولسه بقى لما اشتركت بطولة عربية وأفريقية وصوبر صحيح إن شاء الله قدامهم يعني جواز كتيرة وكوس كتيرة أتمنى يا رب إن شاء الله والناشئين برضا أتمنى يا رب إن احنا نشارك في الحصول على الكوس والمداليات الزهرية يا رب يا رب إن شاء الله كابتن عسام نورتيني وشرفتيني وكتس سعيدة جدا بتتوجدك معايا النهار ربنا نور حياتك وأنا شاكر أن نتصدفين تاني مرة في خلال شهور لكن المرة دي تضيط بالنسبة لي حاجة كبيرة لأن أنا طول عمري منتهم نادي الزمالك أنا سعيد إن أنا رجعت أضر في نادي الزمالك ويارب تكون فتحة خير علينا يا رب يا رب ده شرف لنا تواجد حضرتك معنا في قناة نادي الزمالك ووجودك في نادي الزمالك وشرف لنا كل أولاد نادي الزمالك يبقوا توردين وتكاتفين من أجل طبعا مصلحة نادي الزمالك بشكرك يا كابتن عسام أنا بشكر حضرتك شكرا ودي كانت حلقتنا من ملوك الصلاة تستنونا يوم الاثنين وحلقة جديدة في نفس المعاد سلام عليكم